تبع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف الأعمال الجارية تنفيذها في الحي السكني السالس ومنطقة الأعمال المركزية بالإضافة إلى تفقد نموذج لتشطيبات شقق فندقية لسلسل فنادق عالمية وذلك خلال جولة التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تبع مدبولي موقف الأعمال الجارية تنفيذها بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك واستمع رئيس الوزراء ومرافقه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار والربط بجميع منشآت الحي الحكومي وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشآت بمنطقة البنوك حيث تفقد فرع أحد البنوك المصرية الذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ البنك في تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع كما تفقد مدبولي عددا من الإنشآت الأخرى بمنطقة البنوك مؤكدا ضرورة الإسراء بمعادلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية وتزامنا مع الانتقال للعمل في الحي الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر